المسرح العالمي مواجهة الموت مواجهة الموت تأليف أوجست ستريندبرج ترجمة أعداد إبراهيم محمد إبراهيم الإخراج ناهد الطحان موسيقى ولد أوجست ستريندبرج عام 1849 وتوفي عام 1912 ولد في عائلة فقيرة مع صفة من المشكلات التي أورثته عقدا نفسية ظهرت آثارها على أعماله الأدبية وتوال سنوات حياته العاصفة التي عاشها لم تكف عبقرية الجنون عنده عن العطاء الفني المتميز الذي عكس بالطبع تجاربه المتقلبة مع الحياة المريرة مع المرأة وبعد تعرض ستريندبرج لأزمة نفسية حادة عاد بعدها فأصبح من أوائل وأهم الأدباء العالميين الذين وظفوا طاقات العقل الباطن في أعمالهم الفنية والدراما خاصة كما حقق نجاحا كبيرا بمسرحياته الطبيعية الواقعية مثل الأب وميس جوليا وغيرها من المسرحيات التي تدور حول الصراع بين الرجل والمرأة كما تبنى ستريندبرج فلسفة مفادها أن العالم مبتلا بالصراع بين قوة الروح وقوة الجسد ولا سبيل لسعادة الإنسان إلا بخلاص الروح من كل القيود المادية التي تسقلها وتجرها إلى الأرض والليلة نقدم له إحدى مسرحياته المتميزة التي تعكس الصراع بين الرجل والمرأة والروح والجسد مسرحية مواجهة الموت وهي مسرحية من فصل واحد المشهد حجرة طعام بها مائدة طويلة ترى من خلال الباب المفتوح بحيرة ليمان من أعلى قمم الأشجار الموجودة في فناء الكنيسة وكذلك جبال ألب سافوي ومنتجع الاستحمام بإذيان الفرنسية على اليسار يوجد باب يؤدي إلى المطبخ وإلى اليمين باب يؤدي إلى الحجرات الداخلية ميسيو دوران يقف عند الباب وينظر إلى البحيرة بنظارة الميدان تدخل أدل من المطبخ وهي ترتدي مريلة وتشمر عن ذراعيها وتحمل صينية عليها معدات القهوة ألم تذهب لإحضار خبز القهوة بعض يا أبي؟ كلا بل أرسلت بير لقد كان صدري يؤلمني في الأيام القليلة الماضية ولا أستطيع السير على التل المنحدر بير 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 مرة أخرى هذا يكلف ثلاثة قروش من أين لنا بهذا؟ وليس لدينا في هذا النزل سوى سائح واحد لما يزيد عن شهرين يا أبي هذا صحيح تماما ولكن يبدو لي أن أنت قد تحضر الخبز من شأن هذا أن يدمر ائتمان النزل بالكامل غير أنك لم تفعل أي شيء مطلقا حتى أنت يا أدل؟ حتى أنا متعبة إلا أني الأكثر صمودا أجل أجل سمطتي بل وكنت عطوفة في الوقت الذي حذرتني فيه تريز وأنت وأنا الذي أبقيت على هذا النزل قائما منذ وفاة أمك وكان عليك أن تجليسي في المطبخ مثل سندريلا أما أنا فكان علي أن أعتني بالخدمة والتدفئة والكنس والتنظيف والقيام بالمشاوير أنك متعبة وكيف الحال معي إذن؟ لكنك لا ينبغي أن تكون متعبا فلديك ثلاث بنات لا تنفق عليهم وقد بدت مراثهم ألا يبدو لك أنك سمعت صوت صليل وعجلات نحو قلي؟ إذا كان الحريق قد نشف فقد ضاعوا لأن الرياح سوف تهب قريبا هذا ما تخبرني به البحيرة هل دفعت قيمة التأمين على منزلنا؟ أجل دفعتها وإلا لما حصلت على ذلك الرهن الأخير وكم كم تبقى دون رهن؟ خمس بوليسة التأمين ضد الحرائق لكنك تعلمين مدى هبوط قيمة العقارات منذ أن ابتعدت السكة الحديدية عن أبوابنا واتجهت بدلا من ذلك نحو الشرق هذا أفضل أفضل أدل هل تتكرمين بإطفاء ناري في الموقد؟ مستحيل لا يمكنني فعل ذلك إلى أن يأتي خبز القهوة حسن ها هو يدخل بير يحمل سلة أدل تنظر إلى السلة لا يوجد خبز وإنما فطورة اثنان ثلاثة حسن لقد قال الخباز إنه لن يرسل المزيد من الخبز إلى أن يتلقى ثبرة ثم حين كنت أمر بمحل القصاب والبدال ألقيها في وجهي بهاتين الفاتورتين يخرج بير يا إله السماوات لقد حلت نهايتنا ولكن ما هذا تفتح لفافك؟ بعض الشموع التي اشتريتها من أجل قداس رتني العزيز الصغير فاليوم ذكرى وفاته ماذا؟ يمكنك دفع ثمن مثل تلك الأشياء؟ أجل بما أطلقاه من بقشيش ألا تعتقدين أنه من الذل أن أمد يدي كلما غادرنا أحد المسافرين؟ ألا تستطعين أن تمنحين المتعة الوحيدة التي أملكها؟ ألا تدعيني أستمتع بحزني؟ ولو مرة واحدة في كل عام أن أتمكن من أن أعيش ذكرى أجمل شيء قدمته لي الحياة؟ لو أنه عاش حتى الآن لرأيت كم يكون جميلاً من الممكن جداً أن يكون هناك بعض الحق في سخريتك ومع ذلك كما أتذكره فهو مثل كنا جميعاً الآن اسمح هل تتكرم باستقبال ميسيو أنتونيو بنفسك؟ فهو آتني الآن ليتناول قهوته دون خبز لو أن أمي كانت على قيد الحياة كانت دائماً ما تجد حلاً حين تقف أنت عاجزاً لقد كانت لأمك صفاتها الجيدة مع أنك لم ترى سوى عيوبها إن ميسيو أنتونيو قادم وإذا ما تركتني معه الآن فسيكون لي معه حديث يحسن بك أن تخرج وتقترض بعض النقود حتى نتحاشى الفضيحة لا يمكن نقتراض من لي من واحد بعد أن ظللت أقترض لعشر سنوات فليتخطم كل شيء فوراً كل شيء كل شيء لو كان في ذلك النهاية نهايتك أنت نعم لكنك لا تفكر فينا مطلقاً لا لم أفكر فيكنا أبداً على الإطلاق هل تشعر بالضغنة لتربيتنا؟ كل ما هناك أني أجيب عن تبويخ ظالم اذهبي الآن وسوف أواجه العاصفة كالمعتاد 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 تخرج أدل ويدخل أنتونيو من الخلف صباح الخير ميسيو دورا هل كان سيد الملازم بالفعل يتنزه مبكراً هكذا؟ أجل لقد ذهبت نحو كولي ورأيتهم يطفئون حريقاً صاعداً من إحدى المداخن والآن سيكون لبعض القهوة مذاق خاص لست بحاجة إلى أن أخبرك بالألم الذي أشعر به إذ أضطر إلى إخبارك بأنه بسبب المؤني غير الكافية لن يستطيع هذا النزل الاستمرار في العمل وكيف ذلك؟ بكل وضوح نحن مفلسون ولكن يا ميسيو دوران الطيب ألا توجد أي طريقة لمساعدتكم في الخروج مما آملوا في أن يكون موقفاً محرجاً مؤقتاً؟ آه كلا ليس ثمة من مخرج ممكن لقد انهار حال المكان بالكامل منذ سنوات كثيرة جداً حتى أني أفضل أن تقع الطامة من أن أعيش في هذا القلق ليل نهار وأنا أنتظر ما سوف يقع ومع ذلك فإني أرى أنك تنظر من الجانب المظلم للأمور لا أرى سبباً يدعوك إلى الشك في قولي لأني أرغب في مساعدتكم؟ لست راغباً في أي مساعدة إذ يجب أن يحل الحرمان كي يعلم بناتي أن يحيوا حياة مختلفة عن مجرد الله ذلك أنه باستثناء أدل التي تعنى حقاً بالمطبخ ماذا تفعل الفتاتين الأخريان؟ اللاهوة والغناء والتنزهة ومطارحة الغرام؟ وطالما كانت هناك كسرة خبز في المنزل فلن تفعل أي شيء ذي فائدة إذا ما افترضنا صحة ذلك ولكن إلى أن تستقيم الأمور المالية يجب أن يكون لدينا خبز في النزل لذا اسمح لي بالبقاء شهراً إضافياً وسوف أدفع حسابي مقدماً كلا كلا شكراً شكراً علينا أن نلتزم بهذا الطريق حتى إذا أدبنا إلى الغرق في البحيرة أنا لا أريد الاستمرار في هذا العمل الذي لا يقلب القوت بل لا يقلب أي شيء سوى المذلة أني أفكر في الحالة التي كنا عليها في الربيع الماضي حين كان النزل شاغراً لثلاثة أشهر ثم جاءت أخيراً أسرة أمريكية فأنقذتنا وفي الصباح التالي لوصولهم وجدت الابن يمسك بابنتي على درجات السلم كانت هذه الابنة هي تريز وكان يحاول تقبيلها فماذا كنت تفعل لو كنت مكاني لا أدري أما أنا فأعرف ماذا كنت لأفعل كأب ولكن كأب لم أفعل ذلك غير أني أعرف ماذا أفعل في المرة القادمة فيما يتعلق بهذا الأمر بالتحديد يبدو لي أنك يجب أن تفكر بكل عناية فيما تفعله نعم وأن لا تترك بناتك للمصادفات أيها السيد أنتونيو أنك شاب قد فاز باحترامي لسبب لا أدري له تفسيراً وسوف أطلب منك شيئاً واحداً سواء وافقت عليه أو لم توافق لا تكون أي تأراء عني كفرد أو عن مسلكي وإني أعد بذلك يا ميسيو دوران إذا ما وعدت بأن تجيبني عن سؤال واحد هل ولدت في سويسرا أم لا؟ أنا مواطن سويسري نعم 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 أعلم ذلك لكني أسألك عما إذا كنت قد ولدت في سويسرا؟ أه 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 أجل أه أوجهت هذا السؤال لأن هذا يهمني ومع ذلك بما أني يجب أن أصدق أن النزل الخاص بك يجب أن يغلق فأنا أريد أن أدفع ما علي من نقود ومن المؤكد أن المبلغ عشرة فرنكات فقط غير أني لا يمكنني الرحيل وأن أدع حسابا دون أن يتم دفعه ليس في وسعي التأكد من أن هذا دين بما أني لا أمسك الحسابات ولكن إذا كنت قد خدعتني فسوف أبلغك أما الآن فسوف أذهب وأحضر الخبز وبعد ذلك سوف نكتشف الأمر يخرج دوران ويبقى أنتونيو وحدا بعد ذلك تدخل تيريز وهي تحمل مسيادة فئران وترتدي ملابس الصباح المنزلية وشعرها يتدل على وجهها آه أنت هنا يا أنتونيو ظننت أني سمعت صوت الرجل العجوز أجل قال إنه ذهب كي يحضر خبز القهوة لم يكن قد فعل ذلك حتى الآن غير معقول أتدري لم نعد نحتمله أكثر من ذلك آه ما أجملك اليوم تريز لكن لكن مسيادة الفئران تلك لا تليقم أوه وهذه المسيادة أيضا جزء من المشكلة لقد نصبت منذ شهر بكامله لكنها لم تصطد أبدا فأرا واحدا حيا مع أن الطعم يتم أكله كل صباح أنتونيو لم ترى ميمي؟ تلك القطة العينة دائما ما تكون موجودة في وقت مبكر أو متأخر ولكني أنا اليوم من وقعت في الفغ يجب أن تذكر الغائبين بالخير وتذكر أن من يحبني يحب قطتي تضع مسيادة الفئراني على المائدة وتلتقط طبق فنجان فارغ من تحت المائدة أدل 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 من باب المطبخ ماذا تريد صاحبة السمو بهذا الصوت المرتفع؟ صاحبة السمو تطلب لبن من أجل قطتها وقطعة من الجبن من أجل فئرانك اذهبي وأحضري هذه الأشياء بنفسك هذه هي الطريقة التي تردين بها على صاحبة السمو؟ هذا الرد يناسب مثل هذا الحديث بالإضافة إلى أنك تستحقينه لأنك تعرضين نفسك أمام رجل غريب بشعر غير مصفف ألسنا جميعا أصدقاء قداما هنا؟ أنتونيو اذهب وتحدث بطريقة لطيفة إلى العامة أدل عندئذ سوف تحصل على بعض اللبن من أجل ميني هيا حسنا ألن تتعقل؟ كل ما هذه الطريقة التي تتحدث بها؟ أترغب في أن تذوق ضربة من الصوت الذي أستخدمه في رقوب الخيل؟ يا لا من وقاحة ما هذا؟ ما هذا يا أنتونيو؟ أتحاول أن تذكرني بوضعي وبديني وضعفي؟ كلا كل ما في الأمر أني أريد أن أذكرك بوضعي أنا وديني أنا وضعفي أنا أدل تحضر طبق الفنجان كفا كفا الآن اسمع أيها الصديقان علامة كل هذه الحماقة كون صديقين طيبين وسوف أعطيكم بعض القهوة اللذيذة لقد ملتني يا أنتونيو وتفكر في الدخل يا عمي لا 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 تريز تريز يغبو ألا تبكي فهذا يجعل عينيك طبيحتين أوه لو لم تكن جميلتين مثل عيني أنات إذن المسألة هي أنت الآن ولكن استمع إلي وكفي عن كل هذه الحماقات ألم يحن الوقت بعد لتناول قهوتنا؟ إنك تصلح لأن تكون رجلا متزوجا رائعا غير قادر على أن تنتظر لحظة من أجل تناول قهوتك وأنت تصلح لأن تكون سيدة متزوجة محبوبة تزمجر أمام زوجها حين ترتكب خاطئا تدخل أنت بملابسها الكاملة وهي مصففة الشعر يبدو أنكم تتشاجران هذا الصباح أوه ها أنت ترين هذه أنت في كامل ملابسها أجل إن أنت غير عادية من كل الوجوه كما أن لديها امتيازا وهو أنها أكبر مني سنا لو لم تكفي عن الكلام أوه أولا كني عاقلة يدريسا يطوقها بذراعه ويقبلها يظهر دوران من الباب ويشعر بالدهشة هل مرأت عيناي صحيح؟ وماذا رأيت؟ أرى أنك سمحت لراجل غريب أن يقبلك لا لا هذه أكذوبة أكذوبة؟ هل فقدت بصري أم أنك تكذبين في وجهي؟ هل من حقك أنت أن تتحدث عن الكذب وأنت الذي تكذب علينا مع أن الدنيا كلها تعلم أنك فرنسي؟ من قال ذلك؟ أمي قال ذلك سيد الملازم أنتونيو بما أن حسابنا قد تم التسويته فأنا أطلب منك أن تغادر هذا النزل حالا وإلا 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 ماذا؟ اختر سلاحك إني لا أعجب ما هو نوع الدفاع الذي ستتخذه سوى سلاح الأرانب ما لم أفضل استخدام عصاي فسوف أستخدم المندقية التي استخدمتها في الحرب الماضية آه من المؤكد أنك كنت في الحرب وفررت آه قالت أمك هذا أيضا لا أستطيع مقاتلة الموتى ولكني أستطيع مقاتلة الأحياء دوران يرفع عصاه التي يسير بها ويتجه نحو أنتونيو لكن تيريز وأنت تلقيان بنفسيهما بين الرجلين آه يا أبي فكر فيما أنت فاعل سينتهي هذا الأمر إلى المقصالة أنتونيو يتراجع إلى اللقاء يا ميسيو دوران احتفظ باحتقاري وبالعشرة فرنكات دوران يخرج عملة ذهبية من جيبه ويلقيها إلى أنتونيو لعناتي تلحق ذهبك أيها الوغد تيريز وأنت تتبعان أنتونيو هل لا تذهب ولا تدعم سوف يطلون أبونا دوران يقوم بكسر عصاه إلى نصفين من لا يستطيع أن يقتل ينبغي أن يموت وداعاً وأرجو أن ينقو آخر فأر من سفيناتك الغارقة إلى اللقاء هذه هي الطريقة التي تعامل بها ضيوفك لا عجب إذن في أن النزل قد انهار أجل هذه هي الطريقة المثلع مع هؤلاء الضيوف تعال يا تيريز تعال يا ابنتيو يأخذ رأسها بين يديه قولي قولي لي قولي لي هل ما رأيته الآن خطأ أم أنك كذبت علي ماذا؟ أنت تعلمين ما أعني ليس الشيء نفسه فهو قد يكون بريئاً لكن الأمر يتعلق بما إذا كان في إمكاني الثقة في حواسي هذا هو ما يهمني أوه تكلم عن شيء آخر قل لنا بدلاً من ذلك ماذا سنأكل ونشرب اليوم فبالنسبة لهذا الأمر هذه أكذوبة إنه لم يقبلني إنها ليست أكذوبة ليست أكذوبة بحق السماء ألم أرى ذلك يحدث؟ أثبت ذلك أثبت ذلك؟ بشاهدين أو رجل شرطة؟ أنات أنات يا ابنتي أبي أتصدقينني القول؟ أنا لم أرى شيئاً هذا رد سليم إذ إن الأخت لا يجب أن تتهم أختها كم تشبهين أمك اليوم يا أنات لا تقول أي شيء عن أمي إذ لا ينبغي لها أن تعيش مثل هذا اليوم أديل تدخل وفي يدها كوب من اللبن تضعه على المائدة أديل توجه الحديث إلى دوران هكا اللبن ماذا حدث بشأن الخبز؟ لم يحدث أي شيء سيستمر ويحضر كما كان يحضر دائماً حتى الآن هاتي اللبن لن تحصل على أي شيء فأنت الذي تبدد المال حتى أنك تضطر بناتك إلى الموت جوعاً هل هذا الشرير بدد النقود؟ كان يجب أن يضع في مستشفى الأمراض العقلية في اللحظة التي قالت فيها أمي أنه يستحق ذلك أدريم ها هي فاتورة أخرى جاءت عن طريق المطبخ دوران يأخذ الفاتورة وينزعج وهو ينظر إليها يصب كوباً من الماء ويشرب ويجلس ويشعل غليونه لكنه يستطيع دفع ثمن التبغ الذي يدخنه آياتها البنات هذا التبغ لم يكلفني أكثر من هذا الماء لأنه قدم لي منذ ستة أشهر فلا تتضايقنا دونما حاجة لذلك تريز تبعد أعواد ثقاب حسناً لن أدعك على الأقل تبدد ثقاب لو أنك عرفت يا تريز كم عدد أعواد الثقاب التي بدتها عليك حين كنت أستيقظ طوال الليالي كي أرى ما إذا كنت قد ألقيت بالغطاء بعيداً لو أنك عرفت يا أنت كم مرة عطيتك الماء سراً حين كنت تبكين من شدة العطش لأن أمك كانت تعتقد أنه من الضرر أن يشرب الأطفال حسناً هذا كله كان منذ زمن بعيد جداً حتى أني لا يمكنني أن أهتم به وبالنسبة لهذا الأمر فقد كان ذلك واجبك لا أكثر كما قلت أنت نفسك ذلك نعم نعم كان واجبي وأديته وقمت بما هو أكثر قليلاً أيضاً حسناً استمر في فعل ذلك وإلا فلن يعلم أحد ماذا سيحدث لنا ثلاثة شبات يتركنا بلا مأوى بلا أصدقاء ودون أي شيء يقيم أودهن هل تدرك ما تدفع إليه الحاجة؟ هذا ما قلته منذ عشر سنوات ولكن لم يأبه أحد ومنذ عشرين سنة تنبأت بأن هذه اللحظة سوف تجيء ولم أستطع منعها من الحدوث كنت أجلس كعامل كوابح على قطار سريع وأراه يتجه نحو الهاوية غير أني لم أستطع الوصول إلى صمامات المحرك كي أوقفه والآن تريد مننا الشكر على هبوطك معنا في الهاوية؟ كلا كلا يا ابنتي كلا كل ما أطلبه أن تكن أقل قسوة معي إذ أن كنا تعطين قشطة للقطة وتنكرنا اللبن على أبيكن الذي لم يأكل منذ وقت طويل إذن أنت الذي منعت اللبن عن قطتي؟ أجل أنا وربما هو الذي أكل طعم الفئران أيضاً إنه هو يا له من خذير تخيلة تخيلة لو كان الطعم مسموماً تعنينا تعنينا وحصرتها ليته كان مسموماً أجل أجل من المؤكد أنك لم تكن لتهتم بذلك أنت يا من كثر حديثك عن إطلاق النار على نفسك لكنك لم تفعل ذلك أبداً ولما لم تطلقنا النار عليه؟ ففي هذا تأديب مباشر أتعلمنا لما لم أفعل ذلك؟ كي أحمي كنا من الذهاب إلى البحيرة يا عزيزاتي والآن قول المزيد من الأشياء القاسية فهذا فهذا أشبه بسماع الموسيقى إنها إنها أنغام أعرفها من الأيام الخوال الجميلة كف 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 عن هذا الكلام عديم الجدوة وفعل شيئاً افعل شيئاً أتعرف ما يمكن أن تكون عليه العواقب إذا ما تركتنا على هذه الحال ستذهبنا وتصرنا عاهرات هذا ما كانت أم كنا تقول دائماً إنها ستفعله حين كانت تنفق النخوض الخاصة بالمنزل على أوراق يا نصيب صمتاً ولا كلمة واحدة عن أمنا الحبيبة آه في هذا المنزل تحترق شمعة وحين تنطفئ يتحقق الهدف وما إن يتحقق الهدف تهب العاصفة بضمار كبير نعم لا بدأت الرياح تهب في الخارج وتلبدت السماء بالغيوم دوران ينهض بسرعة ويوجه الحديث لأدل أطفئ النار في الموقد إن الرياح العاصفة آتية كلا كلا إن الرياح ليست آتية أطفئ النار إذ إنها لو وصلت إلى هنا لن نحصل على أي شيء من التأمين أقول لك أطفئ النار أطفئها إني لا أفهمك دوران ينظر في عينيها وهو يمسك بيدها أطيعيني فقط وفعل ما أقوله لك تذهب أدل إلى المطبخ وتترك الباب مفتوحاً دوران يواجه الحديث إلى تيريز وأنت صعد إلى أعلى وأغلق النوافذ واهتم بالنرد ولكن تعاليا وأعطياني قبلة أولاً لأني راحل كي أحضر المال لكن هل في وصعك الحصول على المزيد من المال؟ لدي بوليسة تأمين على الحياة أظن أنه يمكنني أن أستحقها وما هو المبلغ الذي يمكنك الحصول عليه مقابلها؟ إذا بعتها أحصل على ستمائة فرنك أما إذا ميت فيمكن الحصول على ستة آلاف ها؟ والآن قلنا لي أيها البنات الحبيبات لا حاجة بنا إلى أن نكون قصاه وقل لي يا تريز هل أنت متعلقة جداً بأنطونيو حتى أنك يمكن أن تكون تعيسة إذا لم تنالي؟ نعم إذن يجب أن تتزوجيه إذا كان يحبك حقاً ولكن لا ينبغي أن تكون قاصية معه لأنك إذاك ستكونين تعسى ها؟ وداعني يا حبيبتي دوران يأخذ تريز بين ذراعيه ويقبل خديها أبي لا ينبغي أن تموت لا ينبغي أن تموت أتنكرين عليه أن أنعم بالسلام؟ كلا حتى إذا كنت أنت نفسك تريد ذلك اغفر لي يا أبي اغفر لي تلك المرات العديدة التي كنت قاصية فيها معك هراء هراء يا ابنتي هراء ولكن يا أبي لم يكن هناك من هو أشد قصوة عليك منه كان شعوري بذلك أقل لأني كنت أحبك أكثر من الجميع لماذا؟ لست أدري ولكن أسريعي أسريعي وأغليق النوافذ أسريعي أبي هك أعواد ثقابك وإليك اللبن آه هي توطفنا أبي ماذا يمكنني أن أفعل؟ ليس لدي أي شيء آخر أقدمه لك لقد أدخلت على نفسي الكثير من السرور حين كنت طفلة لذا فأنت لست مدينة لي بأي شيء اذهب الآن وأعطني فقط نظرة حنان كما كنت تفعلي تستدير تريز وتلقي بنفسها بين ذراعي آه أكذا أجل 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 تريز إلى الخارج إلى اللقاء آنت هل أنت راحل؟ لست أفهم هذا كله؟ أه أجل إني راحل لكنك سوف تعود بالطبع يا أبي من يدري أنه سيعيش حتى الغد؟ على أي حال سوف نتبادل الوداع وداعا إذن يا أبي وأتمنى لك رحلة طيبة ولا تنسى أن تحضر معك شيئا إلى المنزل كما اعتدت أن تفعل من أجلنا أليس كذلك؟ ما زلت تتذكرين ذلك مع أني لم أشتري أي شيء لكن منذ وقت طويل أيتها العزيزات وداعني آنت آنت تذهب ودوران يغمغم بينه وبين نفسه فالخير والشر والأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة أينما بذرت يحصد الآخرون تدخل أدل تعالي هنا يا أدل وأصغي وفهمي وإذا تحدثت بألفاظ غامضة فما ذاك إلا كي أريح ضميرك بدلا من أن أجعلك تعلمين أكثر مما ينبغي إهدائي إهدائي يا بنيتي لقد جعلت البنات يصعدن إلى حجراتهم أولا عليك أن تسأليني هذا السؤال هل لديك بوليصة تأمين على الحياة؟ هل لديك بوليصة تأمين على الحياة؟ كلا كانت لدي واحدة غير أني بيعتها منذ وقت طويل لأني لاحظت أن شخصا ما أصبح عصبيا حين اقترب وقت استحقاقها ولكن لدي تأمين ضد الحريق وهذه هي الأوراق اخفيها جيدا والآن سوف أطلب منك شيئا أتدرين كم شمعة توجد في رطل واحد شموع بخمسة وسبعين سنتيم؟ توجد ست شمعة دوران يشير إلى لفافة الشمع كم شمعة توجد هنا؟ خمسون فقط لأن السادسة توضع في مكان مرتفع جدا وقريب جدا ماذا؟ يا إلهي سوف تحترق في خلال خمس دقائق تقريبا لا، أجل، أجل، إذ هل في إمكانك رؤية أي بصيص من الضوء في هذا الظلام الحالك عن أي طريق غير هذا؟ لا، حسن إذن، هذا يحل مشكلة العمل والآن، والآن يا بنيتي، أحدثك بشأن أمر آخر إذا، إذا غدر ميسيو دوران هذه الدنيا كمشعل حريق عندن، فهذا لا يهم كثيرا غير أن، غير أن بناته سوف يعلمنا أنه عاش رجلا شريفا حتى ذلك الوقت حسن إذن، لقد، لقد ولدت في فرنسا، نعم، ولدت في فرنسا غير أني لم أضطر للإعتراف لأول وغد وجه السهال إلي وقبل أن أصل إلى سن التجنيد وقعت في غرام من صارت فيما بعد زوجتي ولكي نتمكن من الزواج جئنا إلى هنا وحصلنا على الجنسية السويسرية وحين نشبت الحرب الأخيرة بدأ أني قد أحمل السلاح ضد بلادي تقدمت كرام ماهر ضد الألمان ولم أفر من الجيش أبدا كما سمعتن أم كنا هي التي اخترعت هذه القصة أبي أبي، أمي لم تجدد أبدا هكذا، هكذا، أجل الآن خرج الشبح وهو يقف بيننا مرة أخرى ليس في وسع الدخول في نزاع ضد الموتة لكني أخسم إني أقول الصدق أتسمعين يا بنيتي؟ وفي ما يتعلق بالمراث أي مراثك من أمك فإليك الحقائق أولا، دمرت أمكنا مراثكم من أبيكم عن طريق الإهمال والمضربات الحمقى دمارا تاما حتى أني اضطررت إلى التخلي عن عملي وإقامة هذا النزل وبعد ذلك اضطررنا إلى استخدام بعض مراثها في تربية كن ولا يمكن بالطبع أن نظر إلى ذلك على أنه تبديد لذا فمن غير الصريح أن كفا كفا كلا ليس هذا ما قالته أمي وهي على فراش مراضها إذن لقد كذبت أمكم وهي على فراش مراضها كفا تماما كما كانت تفعل طوال حياتها وهذه هي اللعنة التي ظلت تطاردني كالشبح تصوري تصوري مدى العذاب الذي تسببتن لي به بهاتين الفريتين على مدى كل تلك السنين ولم أشأ أن أبثت القلق في حياتكن مما كان سينجم عنه إثارة الشك في خلق أمكن طيب لذا التزمت الصمت لقد كنت أنا من حمل صليبها على مدى حياتنا الزوجية وحملت جميع أخطائها على كاهلي وتحملت جميع تبعات أخطائها حتى أني أخيرا اعتقدت بأني كنت المذنم وهي لم تضع وقتا أولا فالاعتقاد بأنها لا لوم عليها ثم أخيرا اعتقدت أنها الضحية وكنت أقول اعتبريني السبب حين كانت تقع في مأزق وكانت تفعل ذلك وكنت أتحمل ولكن كلما زاد دينها لي ازداد كرهها لي كراهية لا حد لها بقدر دينها لي وفي النهاية في النهاية احتقرتني محاولة تقوية نفسها عن طريق التخيل بأنها قد خدعتني وفي نهاية المطاف علمت كنا أنتن أن تحتقرنني لأنها كانت بحاجة إلى الدعم فيما كانت تعانيه من ضعف وأملت بل ظننت أن هذه الروحة الشريرة وإن تكون ضعيفة ستموت حين تموت هي غير أن الشر يحيى وينمو كالمرض في حين أن الصحة والسلامة تتوقف عند نقطة معينة ثم تتراجع وحين أردت تغيير ما كان خطأا في هذا البيت كنت أواجه بعبارة لكن ماما قالت لذا فهذا صحيح ماما كانت تتصرف بهذه الطريقة لذا فهذا هو الصواب أما أنا فكنت بالنسبة لكن شخصا عديما نفح حين كنت عطوفا وكنت شخصا بائسا حين كنت شخصا حساسا ووغدا حين تركتكن تتصرفن كما يحل لكن وتدمرنا البيت كفا كفا إنه لمن الشرف اتهام الموتة الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم أليس كذلك؟ لم أمت بعد لكني سوف أموت حالا فهل ستدافعين عني حينئذ؟ لا لست في حاجة إلى ذلك ولكن دافعي عن أختيك فكري فقط في بناتي يا أدل واعتني بتريس كما تهتم الأم ببنتها فهي أصغر كن سنا وأكثر كن حيويا وهي أيضا عقولة إلى ما هو خير وشر عديمة التفكير وضعيفة فعملي على أن تتزوج سريعا إذا أمكن تدبير ذلك لأن يمكنني أن أشم القش المحترق ليحفظنا الرب دوران يشرب من كوب سوف يحفظكن أما بالنسبة لأنت فعليك أن تحاولي أن تجد لها مكانا كمدرسة كي تتمكن من أن تجد لها مكانا في الحياة وتجد لنفسها صحبة طيبة وعليك أن تحسني تدبير المال حين يأول إليكن ولا تكون مقطرة ولكن أصلحي من شأن أختيك حتى تكون لائقتين وجديرتين بالصنف الطيب من الناس ولا تحفظ أي شيء سوى أوراق الأسرة وهي في الضرج العلوي من خزانتي في منتصف الحجرة هاكي المفتاح ولديك أوراق التأمين ضد الحريق يرى الدخان يشق طريقه من خلال السقف والآن سيتم كل شيء حالا وبعد لحظة سوف تسمعين أجراس إطفاء سان فرانسوها عيديني بشيء واحد يا ابنتي أبي لا تفشي هذا السر مطلق لأختيك فهذا سوف يهدد السلام في حياتهما بقية العمر يجلس بجوار المائدة وثمت شيء آخر لا تقول أبدا أي شيء قاس عن أمهما ثمت صورة لها على الخزانة لم تعرف أن يكن شيئا عن ذلك لأني وجدت أنه يكفي أن روحها تسير في البيت دون أن ترى بلغي تحياتي لتريس واطلبي منها أن تسامحني ولا تنسي أن تحصلي لها على أفضل شيء حين تشترين ملابسها فأنت تعرفين ضعفها إزاء هذه الأشياء وإلى أي حد يمكن أن يؤدي بها ضعفها وقولي لأنهت يسمع صليل أجراس من بعيد ويزداد الدخان دوران يسقط رأس أدل بين يديه على المائدة حريق حريق أبي أبي ماذا لك سوف نحترق أبي دوران يرفع رأسه ويرفع زجاجة الماء ويعيد وضعها بإماءة ذات معنى أبي أبي هل تجرحت تجرحت السم أبي هل لديك أوراق أوراق التأمين قولي قولي لتريس وأنت أبي أبي كنتم مع مواجهة الموت جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات محمود الحديني في دور الأبدوران نبيلة حسن في دور أدل أحمد حسن في دور بير ثروة ردوان في دور أنتوني أمل عبدالله في دور تريز سوس الربيع في دور أنات قامت بدور الراوية سوهير البدراوي الهندسة الصوتية سيد زكريا مواجهة الموت التأليف أوغاست ستريندبرغ الترجمة والإعداد إبراهيم محمد إبراهيم الإخراج ناهد الطحان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر